مرحباً جميعاً مرحباً يتحدث عن بعض المكان مرحباً في فرجينيا هذه مرحباً مرحباً من أبد الرحمن ماجد وصغر منذ أن نأتي إلى المنزل، خاصة إلى مرحباً في فرجينيا لدينا مرحباً بعض المكان مرحباً التي تتبعنا ونحن نتحدث عن مرحباً لذلك، نريد أن نظر بعض المرحب التي نتحدث في فرجينيا بعض المرحباً في مرحباً في مرحباً والأخرين في مرحباً دي سي أولاً هذه المرحباً لفرجينيا في نورفولك سأخبركم بعض المرحبات عن الحياة هذه المرحب في 1892، دي سيارة نورفولك بورشوز 65 أكريز من الأرض التي تكون حقاً من المرحباً على الفيتا بارك والفرجينيا في 1900، المرحبات لتقاعد 200 أطار وضع المرحبات المغاوطات والالتبال اليوم زو نورفولك يصبح جميعاً من المدينة النورفولك لقد كنت جيداً عندما أردت هذه زو المعلمين الذين يتعلمون في الوديو لديهم مميزة للزو أردت المعلمين أن أذهب إلى هنا ونرى الكثير من المدينة فهي جيد أن تعرف كيف المدينة يتعلمون وماذا يتعلمون الثانية الذي يتعلمني هو المدينة في نورفولك هذا المدينة أو المدينة فهي جيداً لأحد يحب أن يتعلمون ويستعلمون المدينة هناك الكثير من المدينة 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 مدينة 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 يمكن أن يتعلمون في المدينة يمكن أن يتعلمون المدينة ويجب أن تجد المدينة مثل المدينة من المدينة 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 مدينة ويجب أن تتعلمون عندما تتعلمون في المدينة مدينة المدينة المدينة هي أن يمكنك المدينة لأنهم المدينة في المدينة أخيراً قمت في مدينة المدينة وقد أذهب إلى المدينة هناك كمتل مدينة فيها 72 مدينة مدينة المدينة و يوجد كل مدينة تاخي مدينة المدينة يقدم إلى المدينة المدينة و كيف دون مدينة أيها أماكن مدينة المدينة يمكن وكثير أثناء هناك بالضبط، هذا المكان جيد للمسكة والمسكة أيضاً وماجد سوف تظهر مكان أخرى مرحباً مرحباً جمعاً سأتحدث عن أمدار المدار المقابل وأيضاً أمدار المدار المقابلين في فيرجنا المدار المقابلين في البطولة المقابلين ومعها هي أحد الشخص الملحة المنطقة الأولى في مطلوب الواشنطن دي سي رمزة رمزة القارئة الأولى والمتالي بارك وفي مكان المدينة الواشنطن دي سي يجعل هذا القارئ ممتعاً مع موجودة جديد ويجبين الذين يدعمون الأولى المنطقة والمعادة يتعرض عامة العامة ومع مدرسة مختلفة ومعادة مختلفة ومع مختلفة من أكتباتات مثل تحرير، 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 ومعادة يمكنك أيضا أن ترى المنطقة من المنطقة السفرية هناك ثلاثة أفرلوك التي تقدم إدارة إلى ترى المنطقة السفرية أفرلوك 1 تقدم إدارة المنطقة أفرلوك 2 و 3 تقدم إدارة المنطقة ترى المنطقة السفرية فتقدم إدارة المنطقة السفرية هناك مرحلة المنطقة السفرية يجعل مناقبة المنطقة المنطقة ويجعل مرحلة مرحلة المنطقة وهناك مكان مرحلة المنطقة أحبتها ويجعل مناقبة هناك أرى المنطقة المنطقة أرى المنطقة المنطقة أرى المنطقة المنطقة ويجعل مناقبة الجوارب أرى المنطقة المنطقة أرى المنطقة المنطقة وهمت بإيجاب كينا أرى المنطقة بخصوص الطعام المنطقة المنطقة السفرية 9200 O Old Dominion Drive Mack Lane Virginia أو المنطقة الجورج واشنطن وخصص الطائر المنطقة أمام جورج واشنطن هناك خطوة 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 قبل أن أتكلم عن مدينة غيرت فالس بارك سأعطيكم بعض الأفضل لكي تخلصوا عندما تخلصوا على مدينة غيرت أولاً، المباند من الأفضل هو الموقع الأفضل لتخلصوا على المدينة لن تخلصوا على المدينة قبل أو في فترة أولاً، اتبع في الترائل وإستخدام التخلص على المدينة عندما تحقق بقبطة خطوة خطوة وقبطة وإستخدام التجلسات والممتينة ثلاثاً، اتفاق بأن الأطفال والأطفال يستطيعون ولكن يجب أن يكون هناك أليش ثلاثاً، الأطفال يستطيعون وأن الأطفال يستطيعون في بعض الأطفال ثلاثاً، أتفاق بأن تتحرك على اليوم وإن تأخذ كامرة لتأخذ مرحلة المتحدة حسناً، هذا كل ما لديه عن الأطفال والأطفال، ساقر ستتحدث عن أطفال المعارضة في حمتر روض مرحلوا لنعرف الآن أيجل وعلى المنزل، فراناً، بالمعارضة تتحدث عن أطفال الناس هناك الكثير من المنزل الأنفجة يجب أن تحصل على طريقهم في المنزل، في مبالغة أطفال، فلقمنا في الطريق همتر نين تتحدث عن المرحلة which are Newport News, Hampton, Chesapeake, Virginia Beach, Portsmouth, Norfolk, and Suffolk The Hampton Roads has the biggest Navy station which is in Norfolk. Also there are many military bases and other government facilities such as NASA. Around Hampton Roads there is an interesting mix of history and culture. I will talk about 12 interesting places in Virginia. First, Bacon's Castle when it was built in 1665. This castle is one of only three Jacobian structures in the western half of the Earth and the only one remaining in the United States. Jacobian Arthester is the face of English Renaissance built that followed the Elizabethan style. It takes name from King James I of England. It was also Saints of Bacon's Repelon, a planter's revolt which occurred in Southern Virginia in 1676. It was added to the National Register of Historical Place in 1966. Second, Chrysler Museum of Art. It's a small art museum compared to the art museum of majority metropolitan areas. The Chrysler Museum of Art has an excellent course section of art from most major period and includes 30,000 objects covering 4,000 years. This museum is located near downtown Norfolk, close to the Road 58 Tunnel in the Ghent District. Third, Colonel Wormsberg. Colonel Wormsberg is private owned and operated by the Colonel Wormsberg Foundation. Some of the buildings are originals such as Proton Perch Church which was built in 1711 and still serve an activity congregation. Wilmsberg is said to be the largest living history exhibit in the United States. The fourth one is First Landing State Park. This State Park has good pitch but its more interesting quality is that it hapards one of the most naturally stands of bald cypress in the United States in natural area. It is also the most northly point along the east coast of viewing Spanish malls. Take the bald cypress trail boardwalk which takes your route right through the swamp. Access is long Route 60 in Virginia Beach about 2 miles east to Lane Haven Bay. Fort Murner and Casemate Museum The US Army based home to the Tradock Command Fort Murner located in Hampton is scheduled to be closed in September 2011. The centerpiece of this army post is awesome masonry construction of the fort which was built in 1890 to grade an entrance of the Hampton Road. The fort has a shared history which can be seen in the casemate museum within the fort's wall. Also interesting in the mouth that surrounding the structure. Jefferson Davis was increased here after civil war and his original self is still on display. The fort was also duty station of Robert Lee and there is a block in front of the house where he lived. Most of the houses on the post and within the fort walls are original. The Great Dismal Walls was originally served by George Washington and its world land area in southern east Virginia and North Carolina. The World Life Refuge is 112,000 acres and includes 3,100 acres lake. It remounted the largest national lake in the state. Jamestown Island and Colonial Park World Jamestown Island is the first English colonel established in 1607. Jamestown Island is part of the Colonial National Historical Park which is connected to the Yorktown battlefield by the Colonial Parkway. The Colonial Parkway is administrated by Natural Park Service. MacArthur Memorial is located in downtown Norfolk and placed in the Peripheral City Hall of Norfolk. This museum deposited Douglas MacArthur's life. Its shows reached the detail of MacArthur's life. It contained the final resting places of MacArthur and his wife. Moses Murray House. Moses Murray House. Administrated by the Chrysler Museum of Art. This original Federal-style house. One of the fewer remaining in Norfolk. dates from the 1790s and unique of its collection, much of which is original furnishing. Located within walking distance of downtown Norfolk, the house served as residence of the MacArthur family until acquired by the Chrysler Museum. Old Courthouse in Sandfield is located in the historic Main Street in Sandfield. The country count house built in 1750 in Smithfield town which is known for its mates produce. The courthouse built used to be as a tavern and inn for a long time. The courthouse building got its original look back after removing all ads on. Old Town Portsmouth. Located across the Elizabeth River from Norfolk. It contains the whole courthouse built in 1840 which is an art museum now. across the street of Historic Speakable Church and Beringal Ground. Most of the houses are private houses. Lakes Church is one of the oldest church built in 1632. The church has been added to the Natural Register of Historical Place in 1966. This is what we have all. Thank you for listening and goodbye. . . . . . ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بس فينا تسجيل أوه هذا أوه أمك هيا جوك أوه